اشتركوا في القناة المجيد بيضل ورح يضل ينور قلوب اللبنانية بالأمل والرجاء وولادة حياة جديدة بولادة الطفل ياسوع. بشان هيك مشاهدينا بصير نستقبل بها الفقرة الأب جون عقيقي المرسل اللبناني ليحكينا أكتر عن حياته الشخصية أكيد وعن النشاطات الميلادية لعام 2021 صباح الخير أبونا. الله معيك أهلا وسهلا فيك بمريم تيفي كمان نصبح كل المشاهدين اللي عم يشوفونا من خلال الشاشة الحلوة متل ما قلت ريتا بالرغم من الظروف الصعبية اللي عم عيشها مجتمعنا والعالم كله نعم بتلاقي إنه كمسيحي أنا إنه عندي هيدراجة إنه بكرة أحسن أكيد. والظروف اللي ولد فيها ياسوع ما كانت أحسن بكتير. صحيح. يعني ولادته بيمزود هروبه لمصر بعدين العائلة المقدسة بعدين الألام اللي عليها. يعني كانت كل الظروف حياته فيها بس دايماً هيدا الطفل الإلهي بيجي بحامل معه البسمة حامل معه السلام حامل معه السقة والإيمان إنه غداً أحسن بكتير. أحسن. أمين يا رب. إن شاء الله تكون هالأعياد اللي جاي علينا خير وبركي على الجميع يا رب. أمين أمين يا رب أبونا. بالبداية أنا أحب بيعرف إنه حضرتك كنت بطريق غير طريق الكهنوت. كنت بطريق الفن يلي هو كتير بعيد عن الكهنوت. كيف كانت هيدا النقلة إذا بدك من الفن للكهنوت. أدي كانت هالطريق هيك إذا بدك صعبة ولكن وصلت له. دايماً التخلي صعب. نعم. بتكون عم تتخلي عن حياة اللي كنت أنا عايشها كفنان وصمم أزياء. أكيد التخلي صعب. نعم. بس الإنسان دايماً لما بيبلش شوف الحقيقة وشوف ربنا شو بده منه. حقيقة نوين أنا بعيش الفرح اللقاء مع الرب. حلو. بعتقد بتحلى وبتتجلى في أمور كتير ممكن تكون اليوم عم عيشها أنا بحياتي كمكرس. نعم. الانتقال من حالة الفن للحالة أكيد منا بين ليلة وضحاها. نعم. كيف مسيرة عم نعيشها. عم عم عيشها تحت نظر الرب. ومثل ما قلت لك عم بتخلى على كتير أشياء بحياتي. يعني الحياة الروحية ما بتنبنى بيوم وليلة. هي بده تكون كل يوم عم تنبنى يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم. عم تتحذر. مش عم نبنى أساس بيت. يسوع هو الأساس. وبيقولولي انه كيف تقدر تتخلات. بقللن لما بلتقى الانسان بيسوع ما هو طعمه الرب يلزيزه نقشها من العسل بتقوله ترتيلي. صحيح. أكيد لما الانسان بتعرف عيسوع بيلاقي انه أكيد الحياة معه أحلب كتير منها بتكون خارج عنه. مش معنات الانسان اللي عيش خارج الدار. مش مع يسوع. بس أنا لما قررت كلي لكا. يعني كلي لكا يعني حتى وقتي حتى طاقاتي حتى المواهب اللي عطينيها الرب. كلهم أنا بخدمة بخدمة الرب. لخدمة الرسالة اللي هي الرب يسوع. حلو. أبونا شو أدفتلك هيك خدمة الرب. شو أدفتلك بحياتك؟ أدفتلي أنا بقللن صرت حب أكتر. كان دايما قللو شو بعد بندك مني أكتر. كل يوم. أنا بتدير بقللو اليوم شو مشروعك لأيلي. لأنه هو شو مشروعه لأيلي. مش أنا شو مشروعي اليوم. تعلمت بتدير إنه حب حتى اللي ما بيحبني. واستوعب يلي ما كنت استوعبه بالأول. هيدا الشي بده كتير انفتاه على الرب. لا يقدر يكون عم بينور على قلبي وينور على مع شاعري وحاسيسي لا يقدر يكون أنا عم بلتقى بالآخر بطريقة فيها حب وفيها احترام وفيها فيها تقدير للإنسان اللي قدامي شو مكان. كيف بيفكر تتقبله مثل ما هو. هيدا ما كان عندي هالقد. اليوم بحس إنه هيدا يعني ستشوف الآخر بالنسبة إليه هو مخلوق الله حطه بطريقة نكون أنا ويا عم عيش على الأرض وعم نعيش هيدا المسيرة. لأنه الأداسة مننا إذا واحد اختار نكون عم عم عيش مشروع الأداسة بحياته مش لا واحده بحس إنه بدي أكون أنا مع الجماعة كل السواء. حتى السماء بدون جماعة من نحله. صحيح يعني إنسان ما في عيش لحاله. وقدي حلو حكيك أبونا. ويارات كل الناس هيك بياخدوا من الحكي اللي عم بتقوله. لأنه عم نشوف كتير شر بالحياة العادية. يارات الكل هيك بيتمثلوا متل ما أنت حكيه. لحتى هيك يعني كبول الآخر متل ما عم تقول حضرتك قدامهم. وقت تقبل الآخر تقدر تحبه. خاصة لأني أنا اليوم برسالتي مع المنسيين. يعني هن الناس الأفقر الفقراء. يعني كتير فقر أوقات بروح لعندهم. بشوفهم مثلا قاعدين على طبيعتهم. هيك على الأرض عبياكل وعود معهم. بتطلع بحس يعني إذا ما حسيت إنه هاو دي عائلتي. بحس ما كان عم بعمر رسالة. حتى هني بصيروا عندهم شوق إنه هالأبونا دي بيشبع منها زيارة دايما. وبيشوفوني عندهم. والتاتة اللي بتحس إنه متروكي. وجده اللي هو ما عنده حدا. والإنسان الخير اللي برجع بقول دايما مش ضروري يكون بيمكي بيأمن مثلي أو بيفكر مثلي أو بيشبهني. بس بالنسبة لي هيدا الشخص. إذا ما شفت فيه هيدا يسوع الفقير. هيدا يسوع المنسي. هيدا يسوع اللي مش قادر ياكل أو مش قادر جيب دواء. أو مش قادر بيته عم بيه نش. ما عنده يمكن جاكات بالساعة. بحاجة لدفية بحاجة لبراد أو أيتلها بالصيف. هيدا يسوع. إذا ما شفت فيه هيدا اليسوع. صحيح. بيبقى عملي منه منه تحت إطار نظر. صحيح. أبونا فيه شغلي كتير حلوة حيبة أسألك إيها. أكيد من بعد ما تخبطت يعني بيمرق واحد هيك بظروف كتير سعبة. لحتى وصلت لخدمة الرب هالولادة الجديدة. يمكن فيه كتير أشخاص مثلك هلأ. شو بتقول لها الشباب يلي عم بيفتشوا على الله وبعد ما لقيوه؟ من حق ينبشوا. أنا دايما بقول من حق كل إنسان ينبشوا. أنا أكتر إنسان نبشت بحياتي. أنا ما بحب الشاب أو البنت اللي هيك علموني أهلي أو هيك وصلت لي. بدي اختبر. أهلي اختبروا طريقة إيمانهم. والرسل اختبروا. بس أنا بدي يعني الاختبار هو اللي بيخلي الإنسان يعيش ويبني عليها مع يسوع. أوقت بيجيني الشاب بيقول لي أنا عم بنبش بيقول له أنا من حقها كتنبش. بس إذا لتقات حقيقة بيسوع بتصير اللي نبشت عليه اللي حصلت عليه بيكون تحس لقايت الكنز اللي كان مدفون لك. الكنز فعلا. هيدا الكنز لما بتلاقيه بيكون هو كنز حياتك اللي هو العلاقتك بي الله. فيك تعيش بطبيعة تكون شاب كيلو ومرتب وبتلبس على الموضة وبتحب الحياة. والأخير بس بقلبك من جوا باني عليها جدية مع الرب وقدر تكون عم بتعيش بطريقة متل أي شاب. ولكن من جوا ضمنيا أنت عم بتعيش فرح اللقاء مع يسوع. يعني بتحس كل شي عم تعمله. حتى أنت عم بتصهر أنت عم تظهر أنت عم بتعيش حياتك. الله شيفني و الله حاضر بحياتي. ساعتها بيكون اللقاء وصلت عليه وهيدا تفتيش. من هيك أنا لكن دايما دايما وين الحقيقة بدي نبش على الحقيقة. ريتا أنا عشت خارج لبنان عشت يعني بدول عربية ما كان في كتير كنايس. نعم. وما كان فيها لقد انفتاح. كان دايما يمكن نبشت حتى على يسوع خارج المسيحية. طول على أي درجة. نبشت يعني كنت عم بتنبش. دايما نقولون بدي الحقيقة. من الحقيقة إلى الحقيقة. واكتشف أنا الحقيقة. لحين أنه لقيت هيدا الكنزة اللي قلت لك عنه. هي الحقيقة اللي أنا عم عيشة اليوم بحياتي. وفرحان فيها. لأن الإنساني باكتشف. هي أجمل حقيقة أنت عيشة أبونا. والفرح هو هدية من الرب. لأنه دايما إذا بتروحي على إنجيل يوحنا. إنجيل بيحكي عن الهية الرب يسوع. بقلنا ليكون فرحكم تاما. أنا جيت لحتى تكون أنت مفسود. كانت خورة. كانت أعزف. كانت مزوج. وينما كانت بحقلك. جيت ليكون الفرح. بس مش الناس تفكروا هالفرح من البر. لا الفرح الداخلي. إنسان اللي بعيش الفرح الداخلي. حتى لو مرأ بأزمات خارجية. نحن اليوم عم نمرأ بوطننا بكتير أزمات. صحيح. سياسية وكيصادية وباقية. ولكن الإنسان بعيش فرح الرب. تقبل الأشياء هاو دي بطريقة غال إنسان يعيش مسكر على الله. صحيح. من هيك الألم. أنا مش فوت من شغلة لشغلة. إذا أنا عم بتقلم بحياتي. إذا أنا مع الرب يسوع. بفتح بيبي. يعني بيقبل. تلاقي بسا حدا مكله حدا. أو صار عنده مصيبة. نفتح على الله بصير يصلي زيادة. صحيح. حلو حكيك أبونا عن جد يعني. ومطل ما وصفت هيك يسوع أو الرب. كنز. وعن جد فعلا. هالكنز قدي واحد حلو يحافز عليه. قدي بيعطي فرح داخلي. وسلام داخلي. وهي حقيقة كتير حلوة. صوتك أكيد بالفن. كنت عم بتشتغل بصوتك. وعم بتغني وكل شي. أكيد حولته لتراتيل بحياتك مع الرب. كيف هيدة التجربة؟ وشو بتتضمن رسيل تراتيلك؟ أكيد الموهبة بعد الصوت موجود. وأنا جاعت ساقلته بالعلم جاعت كفات دراسة موسيقية. لكون هالموهبية اللي الله عطاني إياها. عم تهتم. هي تكون عم تنحط بمحلة وبابة إطارة. نعم. ولتكون دائما الدراسة ونسؤل نسؤل الموهبة بتبقى هالشغل كتير حلوة. من هيك الصوت بعده وزيته. بس نوعية. نعم. نوعية الشي اللي ستعم غني أو عبرت له تغير. يعني اليوم أنا مش بس تراتيل بعمل. يعني أنا اليوم عملت تراتيل بتحكي عن العيال المفرقة. العيال المفككة. حكيت عن المرض الكانسير. حلو. حكيت عن الأم. حكيت عن الضمير. حكيت عن الوطن. يعني مش بس تراتيل دينية. ومن خلال التراتيلة أنا بالنسبة إلي بقدر وصل كتير قضية كانت اجتماعية أو إيمانية. صحيح. بهذا أو من هو الله. يسوع هو الله مثلا. هذا السداي كانت كله إشي من الإنجيل. ثابتون كلام والرب فكون مطيعاً له. وبحكي بدك تعمر تبني إيمانك عمره على الصخر. لأن الإيمان بيبنى على الرمل بيجي الموجه وبتطيره. بدك تصلي صلي. هذه بتراتيلة. حلو. يعني وصلت الإنجيل من خلال تراتيلة. ووصلت المساج. إيه. متعت الهام بكرة. مش رح يهتم ببكرة وعبكرة شو مخبالي. رح خلي فكري بأ الله. وقال الله بيدبر حالي. يعني هون الثقة والعناية بأ الله. يعني من خلال الإنجيل أو أفكار من الإنجيل عملت سداي. في سداي تاني حكيت عن دعوته. نعم. كيف الله بيجزو بالناس لإله. الله بيقدر بين الألوف ينقق أشخاص يكونوا عم يخدموا قريبين منه. متل ما نقق الرسل 12. بهذا السداي سميته نظرته إلي. بحكي عن الدعوة. عن الدعوة. في عندي سداي بحكي عن علاقتي مع الله من خلال تأملات أنا كتبتها. أو صلوات أنا كتبتها. اسمع صراخي السداي. يعني كل سنة كان عندي أرضية. أرضية. حلو. حلو. أبونا أول شي يعطيك ألف عافية. إن شاء الله هالسنة أكيد هيك بيصدر سداي حلو كمان. ويكون فيه مساج ديني حلو. أمين يا رب. بالرغم من كل الأوضاع اللي عم يمرؤ فيها البلد. أكيد مثل ما ذكرت حضرتك. الأوضاع الاقتصادية. البيئية. وكل الأمور اللي عم يمرؤ فيها. إصرارك على نشاطات الميلاد. وخاصة نشاطات ميلاد 2021. شو فيك تخبرنا هيك لألي ولمشاهدين عن هالنشاطات اللي عم تحضروا له. أنا كل سنة على الميلاد بعمل ترتيلة. السنة خصصت الأطفال. نعم. وسميتها العصفورة. أخبر الميلاد من خلال قصة صغيرة. بتوصل كيف يسوع إجامل خلال العصفورة. رجعت العصفورة من مشوار بعيد. غطت على الزعرورة وبشرت بالعيد. قولي يا عصفورة شو عنديك خبار. خافت الزغطورة وهرمت سوق الدار. متفتت على المغارة. رقفت على يسوع إنه وشفت الملاكة والمجدود الله. يعني غنية روحية بتشبه الأطفال. حلو. لا يكونوا إلهم حقي كمان يكونوا عم بعيدة. صحيح عم بعيدة. رغم كل الظروف الصعبة اللي عم جربوا يحرمونا إياها اليوم بحياتنا وبيعيشتنا باللبنان. عم جرب من خلال ترتيلة نذكر الأطفال بفرح الميلاد. هلأ بالنسبة لي الريسيتال هو جو ميلادي بيعيش فرح الرب فيما بعد. أنا بحب سهرية سمية سهرة روحية. نكون عم نسبح والمجد الله. مثل ما الملاكي كانوا فرحانين عم بمجد الله. سيكون عندي 18 شهر نيرسي تاليت. الصبح قبل الظهر سيكون بمطرانية أدمى. أكيد براعية المطران أطوع النبيل عندي رسم الإحترام. رح نكون عم جمعين في كل الفقراء. يعني عمليون حفلة لها الأحبة اللي نحن نشتغل معهم. الميسيون دوفي، المنسيين، مكتب المنسيين، كاريتاس. يعني مجمعين أصدقائنا لمشتغل معهم كل السنة. نعمل لهم حفلة، توزيع هدايا ورح يكون كمان موجود مع الإعلانة توني بارود. عشية، 18 شهر يعني كمان نهار السبت بيكون عندي بغسطة. الميزة الكلمة عمليين معوّدين كل سنتين ثلاثة أنا بكون عم شجرون بارود. بمارس معان بغسطة. نعم. 23 شهر، منقطع يومين، 23 شهر عندي، أو 19 شهر، تاني يوم، 19 شهر، عندي بلجية بكنيسة سيت النجمة. حلو. 23 شهر عندي بالحجة بجنوب لبنان. 26 شهر عندي بصورات بالبترون. حلو، يعني جاي مع كل مناطق اللبنان. جاي بقدمة فينا. هلأ في كتير من اللبقاء كانوا حبين السنة يكون عم بعمل فوق. أنا بديقلهم إن شاء الله سنت جاي أو على الباكن على الأراد بنعمل شي سوى بالبقاء لأنه عم بيجوا بالبوستات. هلأ وعديني إنه فيه، بحيجمعوا بعضهم. بس إن شكلي إنه قصية التباهد الاجتماعي. صحيح. قصية الكورونا اللي جاعت عم تتجدد. يعني إن شاء الله يا رب هالسنة إنه يا رب طفل جب لنا معك أول شي الصحة. صحيح. والسلام. ونرجع عن، يعني إحنا كنا عايشين بزروف حياة ما كنا عارفين قيمتها. صحيح. وترجع شوي هيك اللي عالم تعيش لأنه بتعرف الأوضاع الاقتصادية الصعبة اللي عم يعيشها وطننا وشعبنا. يعني بدو صلاة تير وطننا لبنان. نطلب الطفل الإلهي يرجع لنا السلام والطمأنينة ويشيل عنا الأزمات الصعبة الاقتصادية السياسية والوبائية اللي عم يعيشها. أمين يا رب يعني أبونا نشاطاتك كتير هيك كبيرة وواسعة يعني أنا بتمنى لك كل التوفيق بالنشاطات الميلادية وبعيدك سلف أكيد. ونقلك ينعاد عليك وبدأ شكرك أبونا باسمي باسم مريم تيفي على حضورك معنا نورت الستوديو. أنا بعرف كمان أنه حضرتك كتير مقرب من السيد العذراء مشان هيك أنا كمان دايما بصليل على حتى كمان هيك تبارك وترافقك بكل خطوة أنت بتعملها. وإن شاء الله دايما هيك من نجاح لنجاح بخدمة الرب يا رب. مرسي ريتة وأنا بدي أقول بما أنه ختمنا لمريم مريم أجمل هدية عطوطة للبشرية هي يسوع. صحيح. ونحنا يمكن الصيل ما نقدر نكون عم نقدم هدية لبعضنا يمكن مادية. مادية. بس دايما نبقول الصلاة اليوم كتير مهمة أن نصلي لبعضنا البعض. ونرجع هيك للميلاد كتأنا وصغيرا نعيشوا. كانت الماما تركعنا كنا تسع أولاد قدام الشجرة والمغارة. وتقلنا كتبوا نية ونعلقها على الشجرة. ترجع هدى الميلاد. ممكن ربنا بدو إينا نجاح شوي هيك للعمق. للعمق. نعم الميلاد الحقيقي. صحيح. وإن شاء الله الأيام الصعبة تمرق علينا بسرعة لنقدر هيك نعيش فرح الميلاد الخارجي والداخلي. أمين يا رب. شكرا لحضورك أبونا. أهلا وسهلا فيك. مشاهدين موعدنا مكافي معكم. رح نتوقف مع بريك صغير ونترونا راجعين. شكرا لحضورك.